الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنمت عليهم غير المغضب عليهم ولا الظالين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسه وعتعتوا كبيرا يوم يرون الملائكتنا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولوا لحنرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مطيلا ويوم تشقه السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما عن الكافرين عصيرا ويوم يعد الوالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعدي جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردتناه ترطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك من حق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوه ملا جهنم أولئك شر مكانا وظل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وخاوه آرنا وزيرا فقل نذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغلقناه وجعلناهم للناس آية وأعتذنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا واصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا طب وكلا تبرنا تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت متر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نسورا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آليتنا لولا أو سبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه وهواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ثاكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم خبضناك إلينا قردا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل رياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء قهولا لنحي به بلدة ميتا ونصيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لينكروا فابا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعتنا في كل قرية نذيرا فلا تدعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا يضره وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيلا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في شتة أيام ثم استمى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيْنَ لَهُمُ اسْجُدُونِ الرَّحْمَانِ قَالُوا مَا الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا يهانا پھر سيجدہ تلاوت ہے جو احباب تلاوت قرار پاقسمات فرمارئے انسان قزارش ہے کہ سجدہ تلاوت کر لیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل وأنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقوا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثى من يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدن الله سيئات حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللقم مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علي صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبغ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كلبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماية فظلت أعناقهم لا قاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وما يأتيهم من ذكر من رب من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستازيون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذبى بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرلت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المسرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تاقنون قال لئن اتخذت إلها غيني لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصافا إذا يثعبان مبين ونزع يده فإذا كان بيضاء للناظرين قال للملأي حوله وإن هذا نساحر عليم يريد أن يخذكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار معليم فجمع السحرة الإميقات يوم معدوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتمع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعنا إن لنا لأدرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حباله وعسيه وقالوا بعذر فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاف إذا هي تلقظ ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا فألقي السحرة تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فنسوف تعلمون لو قتعن عينيكم وأرجلكم من خلاف ولو صنبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطلع أن يقبلنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي إنكم متمعون فأرسل فرعون في المدى حاشرين إن هؤلاء شذمة قليلون وإنا لجميع حاذرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأولتناها بني إسرائيل فأتمعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر فانفنق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغلقنا الآخرين إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتنوا عليهم نبا إبراهيم إذ قال اليبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباكم الأقدمون فإنهم عدموا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يفنني خطيئة يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ونثد جنة النعيم واغفل يا بي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين ومرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكمكبوا فيها هم والغابون وجنود إبنيس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نسويكم من رب العالمين وما أظلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز رحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لكم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليك من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرثلون قال وما علمي مما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فاتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشعون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتبدون بكل نيع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلضون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعزت أم لم تكن من الواعزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فآلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لكم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزرع ونخن طنه وهاهضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا فأصبحوا نادمين فأخذه العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن لا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالين وتغلون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوطن تكون من المخرجين قال إني لعملكم من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعون إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطران إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطارا فساء مطل المنذنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز رحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا وهواطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أو فلكين ولا تكونوا من المخسرين وازلوا بالقصاص المستقيم ولا تنخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مستدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسبا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فأخذهم عذاب يوم طلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز رحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذنين برسال عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقره عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سنتناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمعين معزولون فلا تدعما الله إلى آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفج لاحك لمن اتماك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني بليء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصلوا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة يوم الأخسرون وإن لك نتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهلي إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء نودي أن برك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم وأن الكعصاك فلما رآها تهتزك أنها يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم والخعصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مذرا ولم يوقف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدن حسنا بعد سوء فإني غفورا رحيم وأدخل يدك في جيبك تخلو بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتم آياتنا مبسرة قالوا هذا سعر مبين وجحتوا بها واستيقلتا أنفذ ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من تقطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحفظ من لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أسكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا سديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقالا حدت بما لم تحضمه وجئتك من سبئ من بئ يقين إني وجدت مراتا تملكهم وأوثيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرص العظيم یہاں پہ بھی سجدہ تلاوت ہے جو احباب قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرماری ان سے گزارش ہے کہ اس سجدہ تلاوت کرنی ان سے گزارش ہے جو احباب قرآن پاک کی تلاوت نبی درمزان قال سننزل و صدقت ام كنت من الكاذبين اذهب لکتابي هذا فأنقز إليه ثم تول عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقيها إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاتية أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزتانيها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالاتم ادونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرعون ارجع إليهم فلنأتئنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منا ذلة وهم صاخرون قال يا أيها الملويكم يأتيني بعرشيا قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتم من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يردد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أسكر أم أكفر ومن سكر فإنما يسكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ظني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرش قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعود من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأت حسمة نجة وكشفت عن ساطيها قال إنه سرح ممرد من قوارين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعمدوا الله فإذا هم فريقان يتصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طيركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خامية بما ظلموا وإن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفحشة وأنتم تمصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من جون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل الوطن من قريتكم إنكم أناس يتقفرون فأنجيناه أهله وإلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراء فساء مطن المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يسركون صدق الله العني العظيم